بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب تكونوا استفدتم من الحصة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله معنا حصة من العيار التقيل. حصة الدينامو. تعالوا كده نشوف مع بعض. هنبدأ ازاي? اولا دينامو المتراتد ده? الدينامو الغرض منه تحويل. تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. يعني انا بدي له حركة بيردها لكهرباء. قنون بقاء الطاقة. ما هي? انا بدي له طاقة حركية. هو بيردها لي طاقة ايه? كهربية. طيب. فكرة عامل المبنية على عنوان الفاصل. الحفظ الكهرو مع ناطيسي. ان انا لو عندي ملف ودورته جوه مجال حقيقة على خطوط الفين. فنتيجة زلك هتتولد كوادفع مستحسة وكزلك تيار كهرابي مستحس. اقدر ننقله الى اي مكان في الدنيا. زي مثلا كده السد العالي. السد العالي عنده هناك حاجة اسمها توربينات. الدينامو هناك ابرهان توربينات. بتدور باندفاع المية. فالمية بتدي له طاقة حركة. فيدور. فيديني طاقة كهربية. طب الكهرباء اللي بتطلع عند السد العالي دي. اسوان بس بتستفاد بيها? لا. نقدر بتصدرها للجمهورية كلها. خلاص? التيار اللي هيطلع من الدينامو ده نوعه متردد. ده اللي هنعرفه اثناء الشرح. ليه بيطلع متردد? وايه هو طيار متردد? وازاي نحاوله الى طيار موحد الاتجاه? تعالوا نمشي واحدة واحدة. نسمي الله كده ونبدأ بالتركيب. الدينامو ده عبارة عن ايه? واحد عبارة عن ملف مستطيل. ملف اهو مستطيل كده. خلاص? الملف ده قابل للدوران حاولين محور موازل توله. يبدأ ملف مستطيل بس بيدور كده. حاولين محور موازل توله. مش بيدور كده. لا بيدور حاولين محور. اه لو انا اقولت ده ده الملف مستطيل بتاعي. وهده محور الدوران اللي هو الاعم ده خلاص فهو لما بيدور مش بيدور كده لا بيدور كده حوالين المحور ده خلاص الحاجة التانية طرفي الملف متوصلين بحلقتين معدنيتين كل حلقة من دول بيسموه حلقة انزلاق خلاص يبقى عندنا ملف مستطيل وحلقتين معدنيتين جميل نقطة لبعد كده عندنا فرشتين من الكربون فرشتين من الكربون ووظيفتهم ايه دول دول اللي هينقلوا الطيار من الملف للدائرة الخارجية يعني الطيارة اللي طالع من الملف ده انا هستفد منه بايه مثلا هروح انور بيه لمبة مثلا مين بقى اللي هينقل الطيار من الملف لغاية اللمبة الفرشتين دول بمعنى اخر الفرشتين دول هما طرفي التوصيل هما القطب الموجة بالقطب السالب تمام طيب الملف ده بيدور لازم يقتع خطوط فيد طيب فين مصدر الفيد هنا مغناطيس قوي مغناطيس قوي اهو بيبقى اخت شكل حدود حسان حرف اليو بس انا برسم بس الاقطاب اللي اصاب بها يبقى مغناطيس قوي خلاص على شكل حدود حسان يبقى مع اربع حاجات ملف مستطيل قابل للدوران حوالين محور موازل طوله تمام حلقتين من المعدن فرشتين من الكربون مغناطيس الملف ده هو بيدور بيعمل دايرة لو انا اخدت بالي الدائرة دي نص قطراء من هنا لغاية طرف الملف والنص التاني من هنا لغاية طرف الملف يعني عرض الملف يمثل 2R عرض الملف يمثل كام 2R طول الملف يبقى يقل لكن العرض يمثل من 2R ليه لانا نما هيدور كده هيعمل دائرة خلاص الدائرة دي نص قطراء من عند المحور لطرف الملف من هنا ومن عند المحور اللي ترى في الملف من هنا يبقى ده كده نص قطر وده نص قطر يبقى العرض 2R عشان لما جاولك المساحة هتقول لي الطول في العرض ما تنساش بقى المساحة هتبقى ايه الطول في العرض L في 2R طيب نكمل كلامنا خبه لك مهم عندنا بعد التركيب عندنا حاجة تانية مهمة جدا واقع استنتاج القانون انا هفترض لانا عندي ملفة وطوله L عرضه 2R يبقى مساحته L في 2R تمام نيجي نستنتج بقى الحصة اللي فاتت قولنا ان الضلع الطويل ده اللي طوله L بيتولد فيه قوة دفعة كعربية مستحسة B L V Sine C تمام انا عندي كم ضلع طويل اتنين اهم يبقى حضرب هنا في اتنين يبقى ضربت في اتنين ليه عشان عندي دلعين طوله ايه ده طوله L وده برضه طوله L صح؟ جميل او الفيدي بيسموها السرعة الخطية السرعة الايه؟ الخطية بتساوي اوميجا R طب مين اوميجا؟ السرعة الزاوية ايه الفرق؟ السرعة الخطية لما يكون ماشي في خط مستقيم يبقى مسافة على زمن السرعة الزاوية اللي هي رمزها اوميجا اللي عمل زي ال W ده لما بكون بدور يبقى زاوية على زمن يبقى لما تقسم مسافة على زمن يديك V متر على الثانية لما تقسم زاوية على زمن يديك اوميجا ها؟ اوميجا درجة الكل ثانية طيب نكمل شيل الفي حطها على أوميجا ور وانزل ببيئة القانون زي ما هو ايه مايف بتسوي 2 بيه ال شيل الفي حطها على أوميجا ور وقانون زي ما هو طيب احنا قمنا المساحة بتسوي مين؟ الطول في العرض ال في 2 اهار يعني الال في 2 اهار يدي مساحة الال في 2 اهار يدي مساحة انزل ببيت القانون يبقى الامف هتساوي به اوميجا سين سيتا تمام فضل خطوة واحد بفرد ان عدد اللفات ان فرد ان عدد لفات الملف ان يعني كل ده شغال علي انه لفة ايه واحد لو هو عشرين لفة حضرة في عشرين بيت لفة حضرة في مية فبالتالي يبقى الامف هتساوي ان بي اوميجا سين سيتا ده القانون بتاعنا خلاص اذا القوة دفع الكاربير مستحسة عند اي لحظة بس ما القوة دفع اللحظية عند اي لحظة بتساوي مين ان بي اوميجا سين سيتا اما اللي كنا بتجيبها بفردية مستر اللي كنا بتجيبها الحس الزاتي اللي كنا بتجيبها بحس المتبادة دي كلها اسمها القوة الدفع المتوسطة المتوسطة خلال زمن معين لكن دي اسمها القوة الدفع عند زمن معين عند لحظة معينة في الثانية الخمسة كانت القوة الدفع كان لكن التانيين في خلال الخمس ثواني تولدت قوة الدفع كان فالتانيين بيتكلم على قيمة متوسطة ده بيتكلم على قيمة لحظية عند لحظة معينة خلاص يبقى القانون مرة تانية بقى اي من في اللحظة بتساوي مين ان بي اي اوميجا ساين سيتا ده القانون بتاعنا اللي هنشتغل بيه مسائلنا كلها بس عندي مجموعة ملحظات لازم اخلي بالي منها منها مثلا قلتلك فيه فرق انك ترسم علاقة مع ساين سيتا وانك ترسم علاقة مع ثيتا لما يكب القانون في ساين لما ترسم علاقة مع الساين بيطلع خط مستقيم بص كده ده محورسات وده محورسين يبقى ده كده الميل صح? فيطلع علاقة تردية الميل ده ان بي اي اوميجا تمام? لكن لو رسنت علاقة مع سيتا يطلع منحنة جايبي اهو قلنا بيطلع منحنة جايبي كده عند زاوية زيرو عند زاوية زيرو ساين زيرو بزيرو تبقى الامف بزيرو عند زاوية تسعين ساين تسعين بواحد عند زاوية تسعين ساين تسعين بكم؟ بواحد فساعتها الامف دي هتبقى ماكسيمم ان بي اي اوميجا خلاص يبقى ساين تسعين بواحد يبقى عند النقطة دي هيبقى الامف في ماكسيمم ولذلك انا قلت الميل بيساوي ان بي اوميجا ممكن انت تقول لي الميل بيساوي EMF ماكسيمم هي هي مع كلمة NB A أوميجا هي نفسها الماكسيمم بمعنى اخ انا ممكن اشيري المستطيل ده وقت بداله كلمة EMF ماكسيمم بيبكرون انا اخذ الصورة دي EMF اللحظية سأولي EMF ماكسيمم سين سيتا مين بقى الماكسيمم اللي هي نابوي دي NB A أوميجا خلاص طيب عند زاوية 180 سين 180 بزيرو سين 180 بزيرو فتطلع ال EMF بزيرو عند زاوية 270 سين 270 بسالب واحد يبقى NB A أوميجا مضروبة في سالب واحد يعني سالب NB A أوميجا يعني سالب EMF ماكسيمم وهكذا يبقى القوة الدفعة بتزيد من سفر القيمة عظمى وترجع للسفر بعدين يتغير اتجاهها من الموجب الى السالب وتزيد للقيمة عظمى وبعدين ترجع للسفر واتحط معايا كده يبقى دي كده ببساطة الفرق بين العلاقة مع سين سيتا والعلاقة مع سيتا يبقى القانون بقى اللي احنا هنشتغل عليه دايما والابسط بدلا من نقول NB A أوميجا سين سيتا لا ممكن نشتغل كده نقول EMF عند اي لحظة نسأل EMF ماكسيمم سين سيتا اجاهز الماكسيمم الاول ايه وبعدين اشوفه عايزيه انا بس انجبت الماكسيمم طلعت بمية اكتب هنا مية واغير هنا زي ما هو عايز بدل ما عود كل مرة اضرب الاربعة دول فبعد اضرب مرة احد اجيب الماكسيمم سين مسلا طلعت بمية او اكتب هنا مية هو عايزي بقى اعزي زاوية ثلاثين اربعين زي ما يعوز اعبد اعوض خلاص وزي ما اتفقنا كل مسائل الملفات الزاوية مع العمود الزاوية محصورة بين اتجاه المجال والعمود على الملف او اتجاه الملف والعمود على المجال او الاسهل من كل ده زاوية الدوران من الوضع العمودي زاوية الدوران من الوضع العمودي ابدأ عمودي بعدين دور والدنامو دايما بيبدأ عمودي تمام؟ طيب ايه كمان؟ لما تيجي تحل المسائل ممكن تفك الامي سيتا اوميجا تي ليه؟ نجيبها على جنب كده احنا قلنا الاميجا دي سوري الاميجا دي اسمها سرعة زاوية يعني النسبة من الزاوية الى الزمن الزاوية الى ايه؟ الزمن وبالتالي يبقى الثيتا هتسوي اوميجا تي الثيتا هتسوي مين؟ اوميجا تي خلاص؟ كمان الاميجا دي من باب العلم بالشيء بتسوي 2 باي اف مين اف ده؟ التردد عشان هحتاجها كمان شوية مش عايز اعطي استنتجيها لك رياضي بقى لانها مش عليه يبقى الاميجا دي بتسوي مين؟ 2 باي اف فانا لما اجا اقول القانون ان بي ا اوميجا ساين سيتا بدل سيتا هتب اوميجا تي اهي طيب وبدل اوميجا هتب 2 باي اف عايز اكتكون صاحي بقى الاميجا 2 باي اف اللي برا الساين اللي برا الساين بنشتغل تقدير دائري يعني بنعوض عن عن الباي دي بـ 22 على 7 او 3.14 انما جوه الساين جوه الساين هنشتغل تقدير ستيني يعني هنعوض عن الباي بـ 180 خد بالك بقى تاني وبالراحة ها هنا الاميجا احنا قلنا بتساوي مين؟ 2 باي اف خلايا نشيله دي بس شوية كده او 2 باي اف الباي دي عبر عنها بكام؟ لو انا برا الزاوية هعبر عنها بـ 22 على 7 وساعتها هتبقى الوحدة رديان لكل ثانية تقدير دائري رديان لكل ثانية لو انا جوه الزاوية جوه الساين هعبر عنها بـ 180 يبقى تقدير ستيني يبقى ساعتها الوحدة هتبقى درجة لكل ثانية يبقى الاميجا دي لها وحدتين يأم اقول درجة لكل ثانية لو اوضت عن الباي بـ 180 يأم اقول رديان لكل ثانية لو اوضت عن الباي بـ 22 على 7 فتكون صحي تمام؟ من الملاحظات المهمة جدا عندي برضو لما اقولك الاميجا تو باي اف الاف دا اسمه التردد والتردد دا هو مين؟ عدد الدورات على الزمن يعني اقولك عمل 50 دورة في الثانية يبقى التردد 50 عمل 200 دورة في ثانيتين يبقى التردد 200 على اتنين او ممكن اقول الاف دا واحد على تين مقلوب الزمن الدوري لما يتني الزمن الدوري اقلبه الزمن الدوري اللي هو الزمن اللي لازم لعمل دورة كملة واحد او падا جا بص على الرسم شوية الدورة كملة خدت كم ثانية اقلبها يبقى التردد تمام ايضا من ضمن الملاحظات ان انا لما باجى حدث اتجاه التقارير المستحس في اي ملف بستخدم قادة لينز اي ملف بستخدم قادة لينز الا ملف في الدينامو مش معنى لان لما باجى اطبق في الدينامو بطبق على دلع من الاطلاع يعني الدينامو عامل كده فانا ايما هطبق على قلب فيه ايما هطبق على جيم ده هاخد دلع من الاطلاع هطبق عليه وطالما هاخد دلع هطبق عليه سلك فهطبق عليه قادة فليمينج للادي اليوم. تاني اي ملف في الدنيا عايز تجيبي التجارة المستحص استخدم قاهدة لينز. باستثناء ملف الدنيا هتستخدم قاهدة للادي اليوم لفليمينج. ليه? علشان هشتغل على ضلع من الاضلاع. فاعتبره كأنه سلك. خلاص كده? طيب ايه كمان? بص يا باشا. لما اجا اقولك كده اذا كان التردد الاف هو خمسين هيرتز. احسب السرعة الزاوية. يلا قدامك سكيتين بقى. هتقول قوميجا بتسوي مين? تو باي اف. هتعوض عن باي بكام? براحتك. لو عوضت عن الباي بمية وتمانين. تكتب الوحدة درجة لكل ثانية. يبقى تكتب شغال بتقدير ستيني. درجة لكل ثانية. لو عوضت عن الباي بتلاتة فاصلة اربعتاشر. يبقى ده تقدير دائري. يبقى الناتج اللي هيطلع رديان لكل ثانية. ده معنى ايه? معنى ان التمنتاشر الف درجة لكل ثانية هي هي تلتمائة واربعتاشر رديان لكل ثانية. ايه ده ازاي؟ اه والله. الخمس تلاف جرام هم نفسهم خمسة كيلو جرام. هو الخمس تلاف بيسوي الخمسة؟ لا. بس لما قال حكبها الوحدة خمس تلاف جرام هي خمسة كيلو جرام. هنا كذلك. التمنتاشر الف مش هي تلتمائة واربعتاشر. لكن لما اقول الوحدة تمنتاشر الف درجة لكل ثانية هي نفسها تلتمائة واربعتاشر رديان لكل ثانية. حسب الوحدة حسب الاختلافين الوحدة. خلاص؟ ما هي كده؟ زي ما اقول لك مثلا الدولار بتلاتين جنيه. الخمسة دولار هم المية وخمسين جنيه. اي نعمل خمسة وتسويش المية وخمسين. بس الخمسة دولار سوي مية وخمسين جنيه. التمنتاشر الف درجة لكل ثانية تساوي تلتمائة واربعتاشر رديان لكل ثانية. يبقى على حسب الوحدة. اتفقنا؟ ايه كمان؟ متوسط القوة الدفعة خلال ربعة دورة او نص دورة احنا سبق ان احنا جبناها الامف المتوسطة خلال ربعة دورة او نص دورة من الوضع العمودي كنا احنا بنجيبها بالقانون اربعة ان بي اي اف. صح؟ تب افرد ما لقيتش المعطيات دي. لقيت القيمة العظمى بس. اعود في القانون ده. يبقى القانون ده بجيب من القوة الدفعة المتوسطة بس خلال ربعة او نص. بس ما تبقى طب معها. ربعة دورة او نص دورة. خلاص? تجيبها ازاي بقى تاخد القيمة العظمى تضربها في اثنين على باي. تاخد القيمة العظمى تضربها في كام؟ في اثنين على باي. وبالمناسبة لو حضرتك اسمت الاتنين على باي بتطلع 0.63 تقريبا يعني اتخذ القيمة العظمى تضربع في 0.636 معايا يبقى كمان مر القيمة المتوسطة خلال ربع دورة او خلال نص دورة قانونها العصلي 4NBAF ملاقيتش في المعطيات الحاجات دي عندك القيمة العظمى اضربع في اتنين على باي وبرضه مش حاجع دماغك بالاستنتاج الرياضي ايه كمان لما نيجي نشوف القوات دفع كده بتتغير خلال دورة كاملة ازاي احنا قلناها من شوية سريعا نقولها بالتفصيل شوية قلنا بيعمل منحنة جايبية خلاص بص ابدأ بالملف موازي سوري بالملف عمودي على المجال الملف هنا عمودي على المجال وبعدين افضل دور لغاية لما يبقى موازي وبعدين دور كمان لغاية لما يرجع عمودي بس انت كده قلبته بص الجزء المزلل كان فوق بقى تحت اتقلب وبعدين افضل دور لغاية لما يرجع موازي بس ايه الفرق بالموازي ده وده هنا الجزء المزلل كان يمين انا بقى شمال كأنه اتقلب برضه وبعدين ارجع دور لغاية لما ترجع لوضعك الاصلي اللي انت بدق بيه انت كده عملت دورة كاملة تاني بص شكل الملف كده ابدأ بيه عمودي الدلع دي سي فوق لف في الغاية لما يبقى موازي لف لما يرجع عمودي تاني بس الدلع دي سي اللي كان فوق بقى تحت لف في الغاية لما يبقى موازي بس اتقلب السي دي هنا كان على يمين السي دي هنا على الشمال لف في الغاية لما يرجع عمودي تاني يبقى انت ابدأ بالملف عمودي واخد دوره ايه كاملة ايه اللي بيحصل تابع معي لما يبقى الملف هنا عمودي لسه ما دارش سيتا بزيرو وسين زيرو بزيرو مش كده سيتا بكام بزيرو وسين زيرو بزيرو فيطلع الامف بزيرو لما يبدأ يلف سيتا هتزيد والسين بيزيد سيتا بتزيد والسين بيزيد فالامف عمالة تزيد لغاية لما توصل قيمة عظمة عند زاوية كام تسعين اللي هي ربع الزمن الدوي يعني الزمن ده يمثل ايه ربع الزمن الدوي خلاص طيب لو زادت عن تسعين الزاوية الصين بتاعها يقل تاني لو الزاوية زادت عن تسعين الصين يقل طيب الامف تقل اصلي يا ابني الامف مش بتتناسب مع سيتا الامف تتناسب مع ساين سيتا فرغم ان سيتا كان تسعين بقت مية زادت لكن الصين بتاعها قل طيب الامف تقل الصين يقل طيب الامف تقل الى ان تنعدم عند زاوية مية وتمانين نص دورة نص الزمن الدوري وهكذا يبقى لو لخصنا الحاجات دي في جهة دول بص معين في الاول خالص مستوى الملف كان عمودي اهو صح عمودي لسه مدرش الزاوية زيرو لسه مدرش وصين زيرو بزيرو يبقى الامف بتساوي ماكسيمان في زيرو يطلع زيرو عدد الدورات زيرو لسه مدرتش ولذلك الوضع ده بيسموه وضع السفر لان كل حاجة عنده سفر خلاص بدأ يدور بدأت الزاوية زيد الصين يزيد الامف زيد لجاية لما وصلت للوضع الموازي لما وصلت للوضع الموازي انا كده دورت تسعين درجة صين تسعين بواحد يبقى الامف اكبر قيمة بس في الاتجاه الموجب كده انا عملت ايه ربع دور الزمن يوصل مين ربع الزمن الدور طيب ما زلت بدور الزاوية هتزيد بس الصين هيقل الى ان ينعدم عند مئة وتمانين طب عند مئة وتمانين رجع عمودي تاني صح رجع عمودي تاني بس اتقلب مش كده طيب صين مئة وتمانين بزيرو يبقى الى ايه مف بزيرو ما زلت بزيد بعد المئة وتمانين هقول مثلا مئة وتسعين الصين مئة وتسعين تطلع بإشارة سالبة فهيبقى الى ايه مف اللي كان بيترسم في الموجب هيترسم في السالب الصين متين سالب متين وعشرين سالب وكذا لغاية لما اوصل الى امتين وسبعين عند المتين وسبعين صين متين وسبعين بسالب واحد سالب واحد يعني قيمة عظمة بس في الاتجاه السالب سالب ايه مف مكسوم بص عمستاه الملف كده هتلاقي اصبح موازي هتلاقي اصبح ايه موازي وهكذا 3 تربع دورة كده حضرتك يبقى الزمن يوسل 3 تربع الزمن الدوري وبعدين يبدأ يقل لي يقل لي يقل ايه لاني انا عدم يانا عدم امتى لما يرجع عمودي تاني اهو ساين 360 بزيرو يبقى الامف بزيرو لاحظ بقى لاحظ القوة الدفعة الكهربية المستحسة كانت بزيرو مرة اتنين تلاتة في الثلاث مرات كان مستوى الملف عمودي يبقى متى تنعدم القوة الدفعة المستحسة في ملف الدينامو لما يكون مستوى الملف عمودي على المجال طيب وصل قيمة عظمى مرتين مرة في الموجب ومرة في السالب في المرتين في المرتين كانت القوة الدفعة عظمى لما مستوى الملف كان موازي اذا متى تكون القوة الدفعة المستحسة في الملف قيمة عظمى لما يكون مستوى الملف موازي. قلت لك الحصة اللي فاتت. حالات الملف عكس حالات السلك. فاكر دايما للملف قيمة عظمى لما يبقى موازي. دايما للملف بزيرو لما يبقى عمودي. سواء في عزم الازدواج او في القوة الدفعة المستحس. خلاص. فالجادو دايب ايبقى يقول لك كده. امتى نوصل قيمة عظمى لما يكون مستوى الملف موازي. امتى نوصل زيرو لما يكون مستوى الملف عمودي. تاخد بالك من الحاجات دي عشان تعرف تجاوب على الاسئلة الاختيارات اللي فيها الاف ودورة. طيب عندي ايه تاني? تعالوا نشوفه. بس يا كده. التيار اللي طالع من الدينمو ده بيزيد من زيرو لقيمة عظمى بيرجع للزيرو تاني. بعدين يغير اتجاهه من الموجب الى السالب بعد نص دورة. بعد نص دورة. يتغير من الموجب للسالب ويزيد لقيمة عظمى ويرجع للسالب. فيطلق عليه كلمة طيار متردد. يبقى ما هو الطيار متردد؟ هو طيار متغير الشدة والاتجاه بنظام دوري سابت. يعني ايه؟ يعني شدته بتزيد في ربع دورة. وتقل في ربع. وبعدين يغير اتجاهه بعد نص دورة. ويزيد في ربع. ويقل في ربع. يبقى شدته بتزيد في ربع وتقل في ربع. تزيد في ربع وتقل في ربع. انما اتجاهه بيتغير كل نص دورة. نص دورة موجب ونص دورة سالب. من الحاجات اللي بتلغبطك. الفرق بين تعريف التردد متردد. وتعريف تردد الطيار. تردد متردد قلناها هو. تردد الطيار زي التردد بتاع السنة تانية. عدد الدورات الكاملة اللي بتحصل في السنة الواحدة. عدد الدورات الكاملة اللي بيعملها الطيار. او عدد الدورات الكاملة اللي بيعملها ملف الدينمو. خلاص؟ لان كل ما ملف الدينمو بيعمل دورة كاملة. بيكون الطيار عمل دورة كاملة. فاهمني؟ لو ملاب في الدين مدار 50 دورة الطيار هيتغير 50 مرة يبقى التردد عدد الدورات الكاملة اللي بتحصل في الثانية الوحدة إنما الطيار متردد ده طيار متغير الشدة متغير الاتجاه بنظام دوري سبت مجموعة ملاحظات عدد مرات وصول الطيار المتردد لنهاية عزمة في الثانية الوحدة في الدورة الوحدة بيوصل قيمة عزمة مرتين مرة في المجب ومرة في السيد في الدورتين يوصل أربع مرات في الثلاث دورات يوصل ست مرات يعني بضرب في اتنين يبقى بضرب عدد الدورات في اتنين فلما يقول لي في الثانية الوحدة يبقى حجيب عدد الدورات اللي بتحصل في الثانية الوحدة واضرب في اتنين تمهوا كلمة عدد الدورات اللي بتحصل في الثانية الواحدة هو مين التردد يبقى لما يجي اقول لك كده اذا كان تردد الطيار خمسين هيرتز بيوصل كام مرة القيمة عزمة في الثانية الواحدة اقول له اتنين في خمسين بمين يبقى عدد مرات الوصول لقيمة عزمة اتنين اف بس خد بالك قيمة عزمة مرة موجب ومرة سالب يبقى اتنين اف لكن لو قلت لك عدد مرات الوصول لقيمة عزمة موجبة في الثانية الواحدة يبقى اف واحد عدد مرات الوصول لطيار القيمة العزمة السالبة يبقى اف واحد يبقى لو كان التردد بخمسين هيرتز يبقى حيوصل موجب ماكسيمم خمسين مرة وحيوصل سالب ماكسيمم خمسين مرة لكن لو قلت ماكسيمم وساكدت محددتش موجب ولا سالب يبقى خمسين في اتنين بكام بمين تمام? طيب عدد مرات الوصول للصفر. ازود واحد بقى. ليه مستر بص. اهو. ادي دورة. وصل كم مرة قيمة عزمة? مرتين. لكن وصل للصفر مرتين زائد المرة الاولانية. يبقى ثلاثة. طب لو عملتها دورتين. وصل قيمة عزمة مرة اتنين. 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 اتن مرات انعكاس الطيار. الطيار بي انعكس كم مرة. بص كده. هو هنا موجب بقى سالب. اتعكس مرة. سالب بقى موجب. اتعكس كمان مرة. موجب بقى سالب. انعكس كمان مرة. يبقى انعكس كم مرة في الدورتين? ثلاث مرات. يعني هو بيوصل قيمة عظمى اربع مرات. اتعكس كم مرة? ثلاث مرات. يعني بنقص واحد. هو بيوصل قيمة عظمى في الثانية الواحدة اتنين اف. يبقى بنعكس كم مرة? اناقص واحد. اتنين اف ناقص واحد. لما اتكلم على الثانية الواحدة. عدد مرات الوصول للقيمة العظمى اتنين اف. عدد مرات الوصول للسفر اتنين اف زاد واحد. عدد مرات الانعكاس اتنين اف ناقص واحد. بالعكس كم مرة? اتنين اف ناقص واحد. خلاص? فدي من الحاجات الكتب الخارجية بتلعب عليها كتير. وان كان كتاب المدرسة مش جاب سريتها خالص. نهائي. اوكي? فانا بقول لك من باب العلم بالشيء. ايه كمان? اعلم. القيمة المتوسطة للتغير متردد خلال دورة كابلة بتسوي سفر. قلناها الحصة اللي فاتت? لان التغير في الفيت بيسوي سفر. الدلتا فاي ام خلال دورة كاملة بتسوي سفر. ماشي. دلوقتي عايزين نقولها بطريقة اخرى. حنقول خلال دورة كاملة. الطيار بيقضي في الموجب قدر ما بيقضي في السالب. يبقى المحصلة بصفر. سيادتك عندك تمنتاشر سنة. اخوكي الكبير عنده عشرين سنة. المتوسط كام? تمنتاشر زائد عشرين على اتنين. انا بقضي موجب عشرة. وبعدين بقضي سالب عشرة. يبقى المتوسط موجب عشرة. زائد سالب عشرة على اتنين. يطلع سفر. مش كده. يبقى عايز تجاوبها بالطريقة القديمة. تقول لها ان التغير في الفيت بيسوي سفر. ماشي. عايز تقول لها انه بيقضي في الموجب. قدر ما بيقضي في السالب. يبقى المتوسط بيسوي سفر. ماشي. زي ما انت عايز. لكن المعلومة. ان خلال دورة كاملة. القيمة المتوسطة للطيار بسفر. تمام? ومع ذلك. الطاقة المستنفذة ما بتسويش سفر. لي يا مستر. لان الطاقة المستنفذة دي. اي تربيع ار تي. فاكرنا كانت اصلها بي دابليو تي. القدرة في الزمن. والقدرة انا عينة بتكلم على طيار. فهقول اي تربيع ار تي. كأن الطاقة بتتناسب مع مربع الطيار. بص كده. او. لو الطيار بيوصل مثلا. موجب عشرة. وينزل هنا سالب عشرة. في نص الدورة الاول. الى عشرة تربيع بمية. في نص الدورة التاني. سالب عشرة تربيع. برضو بمية. يبقى الطاقة عمرها ما هتبقى بالسالب. عشان اقول ايه. بيقضي في الموجب قدر ما بيقضي في السالب زي الطيار. لا. الطاقة دايما موجبة. ليه. لان الطاقة بتتناسب مع اي تربيع. فسواء الطاقة موجبة. الطاقة موجبة. الطاقة سالب. الطاقة موجبة. صح؟ اذا الطاقة المستنفذة لا تسوي سفر. فكن لما قلنا قيمة المقاومة ما بتعتمدش على الطيار. السلكة هو. لما مر فيه طيار من هنا. بيسخن. بيستهلك طاقة على شكل حرارة. لو بدلت الاقطاب. وخلت الطيار يجي من هنا. حيبرد. لا. حيسخن برضو. ليه. حيقابل احتكاكم قامة برضو. صح؟ يبقى كأن التأثير الحراري اللي بيحصل في السلك. ملوش علاقة بالتجاهة الطيار. الطيار جاي من اليمين. جاي من الشمال. كده كده هيحصل فقد في الكهرباء على شكل حرارة. خلاص؟ وبالتالي الطاقة المستنفذة خلال دورة كاملة ما بتسويش سفر. رغم انه متوسط الطيار بيسوي سفر. ليه؟ لان الطاقة بتتناسب مع مربع شدة الطيار. وده اللي حيساعدني بقى عشان اعرف ازاي حقيس الطيار المتردد. انا لو مررت الطيار المتردد في كيلفانومتر. حسة لفقت. هيغير اتجاه كله نص دورة. فالمؤشر هيفضل رايح جاي. ولو التردد ده عالي. قصوره ازاي حيوقفه عند السفر. اذا رجال الفانومتر لا يصلح لقياس طيار متردد. طب ايه الحل؟ اعمل ايه؟ اقيس الطيار المستمر اللي بيولد نفس الحرارة اللي بيولدها الطيار المتردد. ودي بقى بيسموها القيمة الفعالة للطيار المتردد. بيسموها ايه؟ القيمة الفعالة للطيار المتردد. بص كده. مش احنا قلنا الدابليو. بتساوي ايه تربيع. ارتي ا. لو انا جبت طيار مستمر. مررته في المقاومة لزمن معين. اعطاني طاقة الف جول. رحت استو بالاميتر لقده مستمر. لقيت الطيار ده عشر امبير. تمام؟ حل. رحت باستبدله بدل مستمر. جبت طيار متردد. مررته في نفس المقاومة. ولنفس الزمن لقيته اعطاني نفس الطاقة. اعرف ان شدته كم؟ عشر ابرد. زي ده. يبقى طالما مررت الاتنين في نفس المقاومة ونفس الزمن اعطوني نفس الطاقة يبقى اكيد لهم نفس الشدة. طب المستمر باعرف ايسو. عشر امبير. افهم من كده ان المتردد كام؟ عشر امبير. طب العشر امبير دي اسميها المتردد ده بيتغير. اسميها قيمة ايه؟ اسميها قيمة فاعلة. يبقى قيمة الفاعلة هي مين؟ هي شدة الطيار المستمر اللي بيولد نفس الطاقة الحرارية اللي ولدها الطاقة المتردد. لو مر كل منهما على حدة في نفس المقاومة ولنفس الزمن. يبقى لو مش عارفت ايه سي التغير المستمر اللي بيولد نفس الطاقة في نفس المقاومة لنفس الزمن. دي اسميها قيمة فاعلة. طب بحسبها ازاي؟ قانون هسأل جدا. بياخد القيمة العظمى اقسمها على جزر اثنين. اخد القيمة العظمى اقسمها على جزر اثنين. او اضربها في سمائة بسبعة من الف. واللي بيمشي على ايه بيمشي على ايه مف. هي ايه. ايه مف الفعالة بياخد الماكسمم اسمها على جزر اثنين. فهمتني؟ يبقى القيمة الفعالة للتغير المتردد سمائة وسبعة من الف من القيمة العظمى. ده معناه ان انا عندي اربع قيم للتغير المتردد. عندي قيمة عظمى اي مكسمم. وعندي قيمة لحظية اللي هي اي مكسمم سين سيتا. وعندي قيمة متوسطة اللي بجيبها بقانون فردي. اللي هي خلال دورة كاملة بتتلع زيرو. وعندي قيمة فعالة اللي هي القيمة العظمى مقسومة على جزر اثنين. فهمنا؟ يبقى التغير المتردد متغير الشدة. له اربع قيم. انما التغير المستمر هي قيمة واحدة. هي قيمة واحدة. بناء العليم. في اي مسألة فيها طاقة او قدرة اشتهل بالقيمة الفعالة. طبعا انا بتكلم عن التغير المتردد. انما التغير المستمر هي قيمة ايه واحدة. اي مسألة فيها قدرة لازم تشتغل بالاي افكتف. لازم تشتغل بالفي افكتف. افرد انت عايز تقول القدرة بتسوي في ايه واحدة اشتغل بالماكسوم. اشتغل بالافكتف. اشتغل بايه؟ بالافكتف. طب افرد يا مستر هو عاطيني. الماكسوم. اعمل انا ايه؟ اقسمها على جزر اثنين. طب و ايدي كمان عاطيني الماكسوم. اعمل فيها ايه؟ اقسمها على جزر اثنين. خلاص؟ يعني كأن القدرة هتبقى فيه ماكسوم. اي ماكسوم على اثنين. لان جزر اثنين في جزر اثنين يطلع اثنين. فاهمني؟ اي مسألة طيار متردد. اي مسألة طيار متردد. هتشتغل في جهد. هتشتغل في قدرة قصدي او في طاقة. لازم تحول القيمة العظمى الى قيمة فعالة. لازم. اتفقنا؟ اوقع تغلط الغلطة دي. طيب ايه كمان؟ لما اقول لك الطيار وصل لقيمة فعالة. يبقى الزاوية كام؟ تقول لي خمسة واربعين. جبتها منين دي؟ تعوريك. لما القيمة اللحظية تسوي القيمة الفعالة. دي بتتفك ايه؟ ودي بتتفك ايه؟ القيمة اللحظية بتتفك اي ماكسوم ساين سيتا. القيمة الفعالة بتتفك اي ماكسوم على جزر اثنين. طيب ضيع دي مع دي. يبقى ساين سيتا واحد على جزر اثنين. ده معنى ان سيتا بكام؟ خمسة واربعين. يبقى الطيار بيوصل للقيمة الفعالة عند زاوية خمسة واربعين. مستر طيب ما هي ممكن تكون مية خمسة وثلاثين؟ ما هو ساين مية خمسة وثلاثين بيطلع برضو واحد على جزر اثنين؟ اه. ما بيوصل مرتين يا حبيبي بص معايا كده؟ اه. هو بيوصل للقيمة الفعالة مرتين. مرة وانا بزيد هنا عند زاوية خمسة واربعين. دي قيمة فعالة. وبعدين وصلت للماكسيمم. عند زاوية تساين. وبعدين نزلت تاني للقيمة الفعالة اه. عند زاوية كام؟ مية خمسة وثلاثين. يبقى انا بوصل للقيمة الفعالة مرتين في الموجب. مرة عند خمسة واربعين. ومرة عند مية خمسة وثلاثين. طيب بوصل في السالب كمان؟ اه. بوصل للسالب في السالب مرتين. اه. هنا كده. وهنا كده. هنا بوصل للقيمة الفعالة سالب. وفي نفس الكلام بوصل للقيمة الفعالة سالب. عند زاوية كام باقي مستر. خدها قاعدة. عشان تحول من قيمة مجابة. للقيمة سالبة اقلب الملف. زود مية وتمانين درجة. الخمسة واربعين دي. لو زودت عليها مية وتمانين. يديك ميتين. خمسة وعشرين. خلاص؟ المية خمسة وثلاثين دي. لو زودت عليها مية وتمانين. يديك تلتمية وخمستاشر. اذا نواب يوصل القيمة الفعالة كم مرة؟ اربع مرات. مرتين في الموجب. مرتين في السالب. المرتين اللي في الموجب. عند خمسة واربعين ومية خمسة وثلاثين. اللي هو الصايم بتاعهم واحد على جازر اتنين. المرتين اللي في السالب. ميتين خمسة وعشرين وثلاثمية وخمستاشر. اللي الصايم بتاعهم سالب واحد على جازر اتنين. فهمت؟ يبقى يوصل اربع مرات. انا بحاول اديك كل حاجة في الحتة دي. بص كده كمان واحدة. لما اجا اقول لك كده. الطيار بيوصل لنص القيمة العظمى. عند زاوية كام؟ اللي مستعجل. يقول ليه بيوصل قيمة العظمى عند تسعين. يبقى بيوصل نص القيمة العظمى عند خمسة واربعين. يا ابني. التناسب مش مع الثيتا. التناسب مع ساين سيتا. انت عايز يوصل ايه؟ نص القيمة العظمى. طي عوض عن القانون ده. الاي لحظين بتساوي مين؟ اي ماكسمام ساين سيتا. ضي اي ماكسمام مع اي ماكسم. يبقى ساين سيتا بنص. ومين هيبقى سيتا؟ بتلاتين. يبقى هيوصل لنص القيمة العظمى عند تلاتين. مش عند خمسة واربعين. ليه؟ لان ساين تلاتين يالب نص. ميستر. تم صاين مية وخمسين برضو بنص. حقك. تجي نرسم؟ اهو. اهو. هو بيوصل قيمة عظمى عند زوية تسعين. وسالب قيمة عظمى سالب ماكسمام عند زوية امتين وسبعين. موجب ماكسمام عند زوية تسعين. طيب. نص القيمة العظمى. تابع بقى. نص القيمة العظمى عند زوية تلاتين. ليه؟ عشان ساين تلاتين بنص. وبيوصل تاني وهو نازل عند زوية مية وخمسين. ليه؟ عشان ساين مية وخمسين بنص. طيب وفي السالب يا مستر. زود مية وتمانين درجة. زود على تلاتين مية وتمانين. يبقى متين وعشر. زود على مية وخمسين مية وتمانين. يبقى تلتمية وتلاتين. عند متين وعشرة. هيوصل سالب نص ماكسم. وكذلك عند تلتمية وتلاتين. يبقى هو بيوصل نص القيمة العظمى كم مرة؟ اربع مرات. مرتين في الموجة ومرتين في السالب. اقول لك حاجة. الطيار المتردد. بيوصل في الدورة الوحدة. لقيمة عظمى مرتين. للسفر تلات مرات. اي قيمة تانية غير السفر. والقيمة العظمى يوصل اربع مرات. مرتين في الموجة. مرتين في السالب. تقني. خدها دي مني عشان خاطري. اكتبها حتى. الطيار بيوصل في الدورة الوحدة. قيمة عظمى مرتين. بيوصل في الدورة الوحدة للسفر تلات مرات. بيوصل في الدورة الوحدة. اي قيمة تانية غير السفر. والقيمة العظمى. اي قيمة تانية بيوصل اربع مرات. مرتين في الموجة. مرتين في السالب. وضحت. طيب. ايه كمان? حتى دي فنيات كتير من الناس ما بتعرفهاش. فركز معيش الخاطري. يلا بي. اهي. يلا. تاني. حوصل قيمة عظمى مرتين. مرة في الموجة عند تسعين. مرة في السالب عند متين وسبين. حوصل للسفر تلات مرات. عند زاوية زيرو. وعند زاوية مئة وتمانين. وعند زاوية تلتمية وستين. اي قيمة تانية حوصل مرة? اربع مرات. مرتين موجة مرتين سالب. مرتين موجة مرتين سالب. بص او. القيمة الفعالة دي. اهي. وصلنا لها مرتين في الموجة المرتين اللي الصين بتاعهم بيطلع واحد على جازر اتنين. ومرتين في السالب. اللي الساين بتاعهم بيطلع سالب واحد على جزر اثنين طيب نص القيمة العزمة برضو حوصل مرتين في الموجب ساين تلاتين بنص ساين مئة وخمسين بنص ومرتين في الساين ساين متين وعشرة بسالب نص ساين تلتمائة وثلاتين بسالب نص فهمت قاعدة عامة عشان تتحول من موجب لسالب زود 180 عشان تتحول من موجب نص الى سالب نص زود 180 ثلاثين زايد 180 يديك 210 عشان تتحول من لسالب زود الحامسة واربعين دي 180 خمسة واربعين ومئة وتمانين ويطلع كام 25 وهاكذا كلهم كذا الشغلة القدامة ده اسمعوا تاني رجع الفيديو تاني خد منه سكرينشوت خطه قدام بينك اعرف الفانيات الصغيرة دي خلاص ايه كباب كملنخص لقوانين الدينامو اكتب الاول القيمة العظمى اي ام اف ماكسيمم بيساوي ان بي اي اوميجا خلاص ان بي اوميجا تسعين في المية او تسع وتسعين في المية من المسائل الاميجا دي بتتفك تو باي اف واحد في المية من المسائل الاميجا دي هتتفك في على ار اصل الموضوع في الاستنتاج لما شلنا الفي حطينا بدلها اوميجا ار خلاص الاميجا سرعة زيوية الفي سرعة خطية الفي سرعة خطية طيب جبنا الماكسيمم هو طالب مين بقى لو طلب منك اي مف اللحظية يبعد ما تجيب الماكسيمم اضرابها في سين سيد طب لو طلب منك الاي مف الفعالة بعد ما تجيب الماكسيمم اقسمها على جازر اتنين او اضرابها في سبعمائة وسبعة طيب لو طلب الاي مف المتوسطة بشكل عام نرجع لقانون فردي بشكل عام نرجع لقانون فردي تمام بشكل خاص بقى كحالة خاصة لو طلب اي ام اف المتوسطة خلال ربع دورة او نص دورة من الوضع العمودي قلت لك ملحوظة من شوية خد الماكسيمم دي اضرابها في اتنين على باي يبقى بشكل عام بارجع لقانون فردي كحالة خاصة لو قال ربع او نص اخد القيمة دي اضرابها في اتنين على باي تمام طب لو قال اي حاجة غير ربع ونص ارجع لقانون فردي او وانا شغال كمان شوية قدي قانون مختصر كده يساعدك بس خلينا ما نوصل للمسألة بتاعت تفاقنا؟ طيب ده الام اف طب لو عايز اوية مستر بعد ما تجيب الام اف ايس مع الار؟ وبيمشوا مع بعض؟ يعني ايه بيمشوا مع بعض؟ يعني لو دي ماكسيمم يديك اي ماكسيمم لو دي افكتف يديك اي افكتف فهمت؟ وهكذا دي متوسطة يديك اي المتوسط يبقى دول بيمشوا ايه مع بعض؟ يبقى عايز الاي خد الام اف واتسمه على ار؟ الملخص ده بإذنك يا رب يخليك تعرف تحل أي مسألة. تعالوا تشوف كده بعد أفكار المسائل. يلا بي. بص كده مسألة حوالي لك فيها القيمة اللحظية. حوالي لك فيها القيمة المتوسطة. خلاص يلا. ملف دينا متير متردد بعدة. بعدة يعني ايه يعني طوله عرضه. طوله عشرة وعرضه خمسة. يبقى مسحته خمسين في عشرة أسلوب أربعة. عشان أحول من سنتيمتر مربع إلى متر مربع. طيب. مكوة من ربعمائة وعشرين لفة. هدي اين؟ تمام؟ موضوع في مجال معناطيسي منتظم كسافة فيدو أربعة من عشرة تسلا. هدي بي. بحيث كان مستوى عموديا. زي ما قلت لك بقى تسعة وتسعين في المئة من المسائل بيبدأ عمودي. خلاص؟ طيب. فإذا دار الملف بمعدل ألف دورة في الدقيقة. لما يقول لك بمعدل أو بسرعة أبص على الوحدة. لو قال متر في الدقيقة يبقى دي سرعة خطية فيه. لكن لما يقول دورة في الدقيقة أو دورة في الثانية يبقى ده تردد. يبقى التردد ألف على ستين. دقيقة. يبقى ألف على ستين. قل بالك. يقول لك بمعدل ألف دورة في الدقيقة. بسرعة ألف دورة في الدقيقة. يبقى دي مش سرعة فيه. لا ده تردد. لأنه قال دورة. طيب. احسب القوة الدفعة. إيه مف؟ في كل من الوضعين الاتيائين. بعد ربع دورة من الوضع الأول. وبعد مئة وخمسين درجة من الوضع الأول. بعد ربع دورة. سيتا ربع دورة. ربع تلتمية وستين. تسعين. ليه أنا بعملها كده؟ عشان ما يقول لك بعد سوتس دورة. يبقى سوتس في تلتمية وستين. ستين. بعد واحد على اتناشر من الدورة. يبقى واحد على اتناشر في تلتمية وستين. يبقى تلاتين. وهكذا. خلاص؟ أما هنا أعلي الزاوية على طول. بعد مئة وخمسين يبقى يجي سيتا. تمام؟ يلا باشا. دي المواطات بتاعتك. نجيب مين الأول الماكسيمم. نجيب الماكسيمم الأول. إن بي اي أوميجا. والأوميجا بتتفكت تو باي اف. نعوض. أنا أعطيني الان بربع مئة وعشرين. أعطيني البي بربعة من عشرة. ال اي دربتانة طول في الهرد تلعت خمسين في عشرة الصلاة بربعة. في اتنين. باي باتنين وعشرين على سبعة أو تلاتة فاصلة أربعتاشر. اف ألف على ستين. تعويض مباشر. تطلع الماكسيمم بتمانية وتمانين. دي دايما جبها لي الأول. وبعد نقوله بقى. انت عايز مين؟ عايز لحظية. يبقى يم في مكسيمم سين سيتا. التمانية وتمانين دي. حدرمها في سين سيتا. أغير سيتا بقى زي ما هو عايز. قال بعد ربع دورة. يبقى سيتا بتسعين. يبقى هقوله تمانية وتمانين سين تسعين. بعد مئة وخمسين درجة من الوضع الأول. الوضع الأول ده هو الوضع العمودي. صح؟ يبقى يدي سيتا. ما هي سيتا اسمها زوية الدوران من الوضع العمودي. يبقى حضرم تمانية وتمانين في سين مئة وخمسين. ساعت بقى يحب يغلس. يقولك بعد ربع دورة من المطلوب الأول. لو قالك بعد مئة وخمسين درجة من المطلوب الأول. المطلوب الأول اللي كانت زوية تسعين. أو مزود عليه مئة وخمسين. يعني عاود هنا بمتين واربعين. ده لو طلب. ما طلبش ما تتفزلكش انت. هو هل من الوضع الأول خلاص. هو ده الوضع لأول وضع العمودي. بس ييتا 150 على طول. لكن لو قال من المطلوب الأول. يبقى زوية على التسعين دي. 150 يبقى 200 واربعين. وصلت. طيب. اللي بعدها. ثم احسب. متوسط القوة الدفعة خلال ربع دورة. يا شغلان يا مستر ما احنا لسه جايبين ربع دورة. لا يا ابني. اللي انت جبته من شوية ده. من شوية. كان عايز القيمة اللحظية. بعد. بعد ربع دورة. يعني ربع دورة خلصت. في اللحظة دي. كانت كام. فباشتغل بقانون الدينامو. لكن لما يقول لك انا عايز المتوسط. خلال ربع دورة. يبقى هشتغل. هرجع لقانون فراضي. هرجع لقانون فراضي. هقول له الامف. اربع ان بي اي اف. اربع في ربع مائة وعشرين. البي كتب كام. بنص بي اين ولا بكام. البي لو رجعنا كده تاني. المطلوب الاولاني. البي كتب كام في المواطيات. اربعة من عشر. البي كتب كام. اربعة من عشر. يبقى نعود عن البي كام. باربعة من عشر. اهو. الاي خمسين. فعشر. السلب اربعة. الاف. الف. على ستين. فيطلع الناتج ستة وخمسين فوت. يبقى رجعنا الفراضي. مستر طب ليه وجع الدماغ. مش انت قلت لنا فيه حالة خاصة. مش انت قلت لنا ان الامف خلال ربع دورة. او نص دورة. ممكن اجيب الماكسيمم. واضرب في اتنين على باي. اه حقك. حقك. محدش اقول لك انت بتعمل ايه. انت جدت الماكسيمم بتمانية وتمانين. اضربها في اتنين على باي. والله هيطلع ستة وخمسين برضه. جرب. هطلع ستة وخمسين برضه. فبراحتك. عايز تشتغلها كده اشتغلها. عايز تستفيد بالحالة الخاصة استفيد. ما عنديش مهنها. المهم طالما قال لك متوسط. ما لكش دعو قانون الدينامو. ارجع على قانون فردي او الحالة الخاصة بتاعته. اتفعنا؟ ايه كمان؟ مثال كمان. لما يقول لك ملف مكون من ربعمية لفة. ادي اين؟ مساحة كل لفة. ادي ايه؟ وهو المرة دي اعطالي بالمتر مربع. ما فيش تحويل. يدور بسرعة 3000 دقعة خم. مش اول ما تقرأ سرعة تروح كاتب فيه. لا. 3000 دورة دورة. يبقى دي اف. 3000 على ستين. يعني التردد بخمسين. خلاص. في مجال كسافة فيدو. اربعة من مية. اوجد القيمة العظمى. وبعدين عايز ايه مف بعد واحد من مية ثانية. مرة من الوضع الرأسي ومرة من الوضع الافق. دي بقى دي انا عايز اعلى عليها. يالا بينا. مطلوب الاولاني يوفوش اي حاجة خالص. او عايز الماكسيمم. ان بي اي اوميجا. وهون جب تتفك ايه. تو باي اف عوض. 150. المطلوب التاني. عايز بعد واحد من مية ثانية من الوضع الرأسي. احنا قلنا الثيتا. الثيتا. كاب بتساوي اوميجا تي. والاميجا تو باي اف تي. بس اخد بالك. طول ما الباي. جوه الثيتا. تبقى ب180. تقدير ستيني. طول ما الباي جوه الثيتا. تبقى ب180. يبقى انا هقوله كده. اتنين في مية وتمانين في خمسين في واحد من مية. تطلع الثيتا بمية وتمانين درجة. درجة. اصل انت لو عوضت عنها ب13 من مية تطلع بالرديان. مش غلتي دلوقتي خالص. فعوض انا بكام؟ ب180. تبقى ثيتا ب180. خلاص. قلون بقوله بقى. ام في اللحظية. ام في مكسمم سين ثيتا. انت جبت دي بكام من شوية. ها بمية وخمسين. ادرا في ساين مية وتمانين. مية وخمسين في ساين مية وتمانين. اطلع هنا تجزيره. يبقى بعد مية وتمانين درجة. القوة الدفعة بزيره. اخد بالك بقى. هو اهل من الوضع الايه؟ الرأسي. الوضع الرأسي. او الوضع العمودي. او وضع السفر. وده الطبيعي انك بتبدأ من الوضع العمودي. يوم يحب يغلس بقى. يجيب لك نفس المسألة. وهتعمل نفس الكلام ده. بس هتزود حاجة. يقول لك ايه بقى. من الوضع الافقي. الافقي دي يعني انت داير تسعين درجة. بص حبيب. الوضع الطبيعي انك تبدأ من الوضع العمودي. دا العمودي. طيب هتفضل تلف تلف لغاية لما تبقى كده. دا الوضع الافقي. كلمة الافقي اللي هو الوضع الموازي. للمجال. انت كده قريب دورت كام تسعين. طيب هو عايز يبدأ من هنا بقى. هو بيقولك بعد واحد من مية ثانية من الوضع الافقي. عايز يبدأ من هنا ويدور. فلما تيجي تجيب سيتا زود عليها مين؟ التسعين دي. ليه؟ لان سيتا عندي زاوية الدوران من الوضع العمودي. مش من الوضع الافقي. انا لازم لما ايس اقيس من الوضع العمودي. فاذا هو بدأ بالافقي انت معاك تسعين. حل عادي بس تزود تسعين. قوله كده. طو باي اف تي عادي خالص. بس تزود عليها مين؟ التسعين. خلاص؟ فانت لما عملت دي من شوية. طلعت مية وتمانين. زود عليها التسعين تبقى كام؟ متين وسبعين. خلاص بقى. ليه ميف بتسوي مين؟ بتسوي ميف ماكسيمم سين سيتا. يبقى مية وخمسين سين متين وسبعين. سالب مية وخمسين. اذا ايه الفرق من بيه جيم؟ بيه كان بادئ من الوضع العمودي. اجيب سيتا على طول. طو باي اف تي. جيم بدأ من الوضع الموازي. يبقى هو قريدي دير تسعين درجة. يبقى بعد ما اقول تو باي اف تي. ازود تسعين. واضح الفرق. مهم اوش خطري. تقرأ على مهلك. على مهلك. طيب. مفيش مهنع. ان انا. اهو القادة هي بتقولك اهو. اذا بدأ الملف حرقته من الوضع الرأسي. كلمة رأسي. هي كلمة عمودي. هي كلمة وضع السفر. تعود تو باي اف تي على طول. لكن اذا بدأ من الوضع الافقي. او الوضع الموازي. او وضع القيمة العظمى. كلهم بمعنى واحد. تلاتة بمعنى واحد. ده معناه انه هو. قريدي دير تسعين درجة. فتقول تو باي اف تي. وتزود عليها كم. تسعين. فهمنا. ايه كمان. خلنا نشوف مسألة تانية بنوع تانية. اذا كانت القوة الدفعة المترددة طوعة من العلاقة. ايه مف بتساوي. متين ساين تمنتاشر الف تي. احسن. قلتلك. لما جيلك حاجة فيها علاقة. اكتب تحت منها العلاقة اللي انت مذكرها. انت عارف ان الامف بتساوي امف ماكسمام ساين اوميجا تي. ساين اوميجا تي. قارن بقى. هتلاقي ان الامف ماكسمام بمتين. وحتلاقي الاميجا بطمنتاشر الف. اذا لو طلب القيمة العظمى. هقول له ميتين فولت. طب القيمة الفعالة. اضرب الميتين. في سبع مية وسبعة من الف. مية واحد واربعين واربعة من عشر. لو طلب السرعة الزاوية. هقول له تمنتاشر الف. بس تمنتاشر الف ايه؟ دي جاية من جوا الساين. درجة لكل ثانية. فلما اجيبي التردد. هفكها. هقول له الاميجا. تو باي اف. تمنتاشر الف درجة. يبقى الباي بالدرجة. مية وتمانين. خد بالك. تمنتاشر الف درجة. يبقى الباي بالدرجة. مية وتمانين. اف. فيطلع معاك الاف ده. بخمسين هيرتز. يبقى الزمن الدوري. مقلوبه. واحد على خمسين. اتنين من مية. اتنين من مية. يبقى جيبنا القيمة العظمى. دربناها سبعمائة وسبعمائة من الف. اتنين قيمة الفعالة. جيبنا السرعة الزوية. تمنتاشر الف. فكناها. جيبنا التردد خمسين. قلبناها جيبنا الزمن الدوري. عايز مين كمان. اوجد قيمة ام اف. بعد. قد ايه. بعد. خمسة. ميلي ثانية. ابتداء من الوضع العمودي. ما عليك. غير انك تجي في القانون ده. تشيل التي دي. وتكتب خمسة. ميلي. خمسة في عشرة. أساسي سالي بتلاتة. يعني تقوله كده. الام اف هتساوي. متين ساين. تمنتاشر الف. في خمسة. فعشرة أساسي سالي بتلاتة. فتطلع متين ساين تسعين. يعني الناتج ده. حيطلع متين. قيمة الام اف دي. حتطلع متين. ليه متين ساين تسعين. جبت تسعين من اين. ضربت تمنتاشر الف. في خمسة. في عشرة. والسالي بتلاتة. اللي هو ايه اللي عليها. يفضل مطلوب. الطاقة المستنفذة في المقاومة عشرين اوم. خلال دورة واحدة فقط. طاقة. يبقى لازم اجيب قيمة فعالة. بصة باشا. الطاقة. W. حتساوي. V تربية على R. دي كده قدرة. في الزمن. قدرة في زمن. بس خد بالك. لازم الفيديو. تكون فعالة. لازم. مش بمزاجي. يلا. الطاقة. القيمة الفعالة ايه. مية. واحد واربعين واربعة من عشر. تربية. القيمة الفعالة ايه. مية واحد واربعين واربعة من عشر. تربية. المقاومة عشرين. الزمن بقى زي ما هو عايز. هو قال خلال ايه. خلال دورة واحدة. الزمن اللازم لعمل دورة واحدة اسمه. الزمن الدوري. يبقى لما يقول لي خلال دورة واحدة. عاوض عن الزمن بزمن دوري. طب انا جبته اه اهو. اتنين من مية. تاني بقى. الطاقة. قدرة في زمن. الطاقة. قدرة. في زمن. القدرة في تربية على اربس. انا جبتها. مية واحد واربعين واربعة من عشر تربية. المقاومة عشرين. الزمن حسب ما هو عايز. قال لي خلال دورة كاملة اخد الزمن كله. خلال نص دورة اخد نص الزمن الدوري. وهكذا. فدي مسألة في منتهى الاهمية. مهم جدا 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 انك تاخد بالك معها. خلاص. طيب نشوف عندنا ايه تاني. يلا بينا. بص يا باشا. موضوع تاني. احلى قلنا الطيار اللي طالع من الدنامو طيار متردد. متغير الشدة. متغير الاتجاه بنظام دوري ثابت. نص دورة موجب. نص دورة سالم. عندي مشكلة بقى. فيه شوية عمليات كده ما ينفعش تشتغل بالتغير المتردد. على سبيل المثال. لو عايز تشحن بطارية. لازم الموجب يتوصل بالموجب. والسالم يتوصل بالسالم. فما ينفعش تغير المتردد. ده كل شاب يبدل. طيب. عايز تطلب الكهرباء. المادلية النحاس دي. عايز تسقط عليها شوية تفضة. طلق بالكهرباء اللي اخدته في الكيميا. فلازم الفضلة تبقى نود. ولازم المادلية دي تبقى كثود. ما ينفعش كمان شوية تبدل. فالتغير المتردد فيه عمليات ما ينفعش اشتغل بيه. طب اعمل ايه. عايز احوله الى طيار مستمر. هعمله على مرحلتين. الاول هحوله الى طيار موحد للتجاه. وبعدين هخليه ثابت الشد. طيب. الاول هخليه موحد للتجاه ازاي. بالراحة كده واحدة واحدة. خلاص. عملية تحويل الطيار متردد. الطيار موحد للتجاه اسمها تقويم. يبقى التقويم يعني مساواة. زي تقويم الفنان كده. مساواة. معايا. طب هعمل الكلام ده ازاي. خد بالك. هستبدل الحلقتين المعدنيتين. بحاجة اسمها. مقاوم الطيار. ايه مقاوم الطيار ده. ده عبارة عن استوانة معدن كده طويلة. هنشقها من النص ونحط مد عزل. استوانة معدن طويلة. هنشقها من النص ونحط مد عزل. ايه بص كده استوانة معدنية طويلة. هنشقها نصين ونحط مد عزل. ده اللي هيعمل عملية التقويم. فبنسموه مقوم يعني ده اللي حيحول الطيار اللي هو نص دورة موجب ونص دورة سالب نص دورة موجب ونص دورة سالب يخليه كله في اتجاه واحد كله موجب مش فاهم يا بس طيب اولا يعني ايه طيار متغير الاتجاه يعني مفيش فرشة موجب على طول وفرشة سالب على طول الفرشة دي موجب فرشة دي سالب بعد شوية بقيت دي سالب ودي موجب لا انا عايز الفرشة دي تفضل موجب على طول والفرشة دي تفضل تسريب على طول اعمل ايه خد بالك المقاوم ده لما يجي رسمه مش هرسمه استوانا كابلة كده بص معي هو هيحل محل الحلقتين كان فيه هنا حلقتين معدن هيحل محلهم الاستوانا انت لما بتبص مش هتشوفها قبارة عن استوانا هتشوفها دايرة هبص الالم ده استواني صح الالم ده استواني لما تجي تبص علي من عندك من هنا انت هتشوف المقطع الدائري ده طب لو انا اسمه نصين هتشوف انت نصين نص الونه ازرق ونص الونه احمر يبقى دي كده استوانا زي الالم عاملة كده معي زي زيزة المية زيزة المية كده هي شكلها استواني بس ات لما بصها من هنا هتشوفها دايرة فلو انا اسمها نصين هتشوف نصين انا بعمل نص ازرق ونص احمر متابعني؟ طب يلا بين ايه اللي هيحصل دلوقتي لو انا افترضت ان انا هحرك الملف ده عشان تطالتكه دفع لو قلت الدلع ده هيتحرك للخارج والدلع ده هيتحرك للداخل خلاص؟ اتجاه المجال دائما وابدا من الشمالي الى الجنوبي ده اتجاه المجال يلا حركة مجال طيار حركة مجال طيار مش كده؟ المجال من اني لاس وده قلنا هيتحرك للداخل كده حركة للداخل والمجال اهو يبقى الطيار لأسفل يبقى طلع ده فيه الطيار لأسفل اكيد ده الطيار هيبقى الأعلى اهي حركة مجال طيار المرة دي الحركة للخارج كده حركة للخارج والمجال اهو من اني لاس يبقى الطيار الى ايه؟ الى أعلى يبقى الطيار حيمشي كده من دل لجيم لبه لألف لنص الحلقة الأحمر واو يعني حيخرج من الفرشة فيه واحد ويطلع للدائرة دايما الطيار بيمشي في الدائرة من الموجب للسالم فطالما الطيارة يمشي كده يبقى الفرشة فيه واحد دي هي القطب الموجب والفرشة فيه اتنين دي هي القطب السالم صح؟ جميل مشكلة الطيار المتردد الدنامو العادي اللي كان فيه حلقتين ان بعد نص دورة هيبقى ده سالب وده موجب لأ هنا هسبتو ازاي؟ بص معايا ايه وظيفة نصفة الاستوانة؟ هيبدله مكانهم بالنسبة للفرشتين يعني نص الاستوانة الأزرق كان ملامس الفرشة فيه اتنين لأ حيلف ويلامس الفرشة فيه واحد يحصل ايه طيب؟ يلا بينا طبق القادة تاني حركة مجال طيار المجالة هو والحركة البر يبقى الطيار لأعلى زي ما كان هنا الأعلى وهنا الأعلى بس هنا كان لأعلى من دال لجيم دلوقتي هيبقى من ألف لبه هيتغايد صح؟ يلا من ألف لبه لجيم لدال لهيه هيه بقى بدل مكانه وجيه لما اسمين فيه واحد يعني الطيار هيخرج برضو من فيه واحد يعني ما زال فيه واحد موجب وما زال فيه اتنين سالب يبقى أنا كده وحدت اتجاه الطيار في الدائرة الخارجية الطيار في الدائرة الخارجية هيمشي من سين لصاد وهنا برضو بيمشي من سين لصاد أصبح موحد للتجاه هو لسه بيزيد ويقل يعني المنظر بقى عامل كده بيزيد ويقل بس ما بيروحش للسالب بيزيد ويقل بيزيد ويقل بس ما بيروحش للسالب ولذلك ما قدرش أقول عليه طيار مستمر هو طيار موحد للتجاه لكن متغير الشدة الشدة عملة تزيد وتقل تزيد وتقل تزيد وتقل فهمتني طيب يعني يا مستر السؤال حييجي إيه السؤال حييجي يقولك ما وظيفة نصفي الاستوان تقوله بيبدلوا مكانهم بالنسبة للفرشتين كل نص دورة فيتحول الطيار إلى طيار موحد للتجاه طيب اتجاه الطيار جوه بيتغير مرة ألف فيه جيم دال ومرة دال جيم به ألف خد بالك بقى عشان هيتحك عليك والله داخل الدينامو داخل الدينامو الطيار متردد خارج الدينامو الطيار موحد لاتجاه خد بالك الدينامو اللي احنا درسناه من شوية ما كانش فيه إلى نصفي الاستوان كانوا حلقتين فالطيار جوه بيتغير وبره بيتغير الدينامو تهري متردد جوه منحنة جايبي وبره منحنة جايبي إنما دلوقت جوه مازال منحنة جايبي ليه؟ مرة الطيار بيمشي دال جيم به ألف ومرة بيمشي ألف فيه جيم دال يعني اتجاه الطيار في الضلع بيتغير هنا كان من بيه لألف هنا بقى من ألف لبيه فجوه متردد لكن الميزة بره بقى لما اجه أشغل اللبه دي أو أشغل مروحه دي أشغل الجهاز ده التيار بره موحد لاتجاه أي نعم بيزيد ويقل لكن موحد لاتجاه فهمتني؟ اوعى تتخم جوه دايما متردد حلقتين نصفى يستوانة دايما متردد بره لو حلقتين يبقى متردد لو نصفى يستوانة زي كده يبقى موحد لاتجاه اوعى تتخم طيب هو كده موحد لاتجاه ينفع تخلهولي يا مستر سابت الشد ده كمان؟ اه بص معايا انا لما استخدمت ملف واحد قسمت الستوانة نصين لان الطرف ده هياخد نص والطرف ده هياخد نص طيب انا هجيب كمان ملف يبقى حاسم الستوانة اربعة اربعة الربعين دول هيتوصله بالازرق والربعين دول هيتوصله بالاخدر سوري معايا؟ واضحت يبقى فيه ربعين هيتوصله بالازرق وربعين هيتوصله بالاخدر تمام ايه الجديد في كده؟ لا لما كان ملف واحد كان الرسم كده لما حط معايا كمان ملف ها؟ هيتلع الرسم كده ليه يا مستر؟ بصلك كويس في اللحظة للملف الاخضر مؤازي كان الملف الازرق عمودي الملف الازرق عمودي يعني القوة الدفعة بتاعته بزيرو الملف الاخضر مؤازي يعني القوة الدفعة بتاعته قيمة عظمة صح؟ هيبدأ يدور الازرق اللي كان عمودي ده كان بزيرو لما يدور تبدأ القوة دفعة تزيد طب والأحمر كان قيمة الأخضر كان قيمة عظمة لما يدور يبدأ يحصل له يقل يبقى ده حيفضل يقل 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 إلى أن ينا عدم بينما ده حيفضل يزيد 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 لما يوصل قيمة عظمة صح؟ وبالتالي محصلة الطيار هتطلع عاملة كده مش هيوصل للسفر في اللحظة اللي ده عمال يقل ده عمال يزيد صح؟ فده هيقل يوصل للسفر يكون ده بدأ يديني طيار فالطيار مازال متعرج مازال متعرج لكن على قل ما وصلش للسفر بيزيد ويقل بس ما وصلش للسفر طيب ما بالك بقى لو جبنا كمان ملفين حطنا واحد هنا واحد هنا كده متعمدين على بعض ساعتها هتقسم الاستوانة 8 أقسام يعني دايما عدد أقسام الاستوانة يوسع ويضعف عدد الملفات استخدمت استخدمت ملف واحد قسم الاستوانة نصين استخدمت ملفين قسمهم اربعة استخدمت اربعة ملفات قسمهم تمانية وهكذا دايما عدد أقسام استخدمت أقسام الاستوانة ضعف عدد الملفات دايما خلاص جميل ايه اللي يحصل يعني يا مستر لما تزود عدد الملفات كده التزبزب دا حيبدأ يقل يبقى لو انت قدرت تملى المسافات دي ملفات تملى ملفات حيبقى الطيار شبه سابت شبه سابت هكذا بقول لسابت تشد ايه تقريبا طب الجملة دي بتتقال ازاي اسمعها كويس وحستوضعها عندك عشان هاخدها منك في الموتور خلاص هعمل ايه هستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة جدا يبقى هستخدم عدة ملفات بين مستويات تواياتها زوايا صغيرة جدا غمال هقسم الاستوانة ضعف عدد الملفات هقسم الاستوانة ضعف عدد الملفات هخلي الفرشتين يلمسوا جزئي الاستوانة اللي متوصل دايما بالملف الموازي مش معنى لان الملف الموازي ده هو اللي بيدي الطيار قيمة عزمة فلما يبقى الفرشتين دايما بيلامسوا جزئي الاستوانة اللي متوصلين بالموازي يبقى دايما الطيار هيبقى قيمة عزمة مش فهم بصة باشا انت عندك مجبوعة ملفات اهو الفرشة هاي الملف ده موازي لمجال الطيار اللي تطلب انه جزئي اللي بيلامس الفرشة بعد شوية ما بقاش موازي يبقى عزمة الملف رقم اثنين هو الموازي يلامس الفرشة فالطيار هي قيمة عزمة الملف رقم 3 هو اللي بقى موازي يلامس الفرشة يبقى قيمة عزمة بس ده يستدعي ان المسافات دي تبقى مليانة ملفات لان المسافات دي لو كده كبيرة كده الطيارة هيتقطع لكن لما تبقى مليانة ملفات كده اهو الموازي اهو الموازي الموازي يبقى مما دور الملف الموازي هو اللي بيطلع على الطيارة لبرا طب الملف الموازي دي طيارة ايه يبقى اسمع الجملة تاني بستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة جدا مع تقسيم الاستوانة ضعف عدد الملفات اهم جملة الفرشتين بيلمسوا انا وجوز اللي متوصل دايما بالملف الموازي ليه عشان الطيار يطلع دايما قيمة وحزمة يبقى انا كده حولت الطيار المتردد الى طيار موحد الاتجاه الى طيار ايه موحد الاتجاه وكمان ثابت الشدة يبقى خليته موحد الاتجاه لما استخدمت نصفاي ستوانة بدل الحلقتين وخليته ثابت الشدة لما استخدمت عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة جدا وواضح الكلام معايا كده تمام شوف عن ديناقي تاني بص يا شباب تعالى كده مرنكوا على كام سؤال جنف امتحانات الصنوية العامة فضوء الدرس اللي احنا كلمنا فيه النهاردة يلا بينا نسبة عدد الملفات الى عدد شكوك اللي استوانة امشي بالترتيب هو عايز عدد الملفات الى عدد الشكوك احنا عدد الشكوك ضعف عدد الملفات عدد الشكوك ضعف عدد الملفات اصلا الناس اللي احنا بنقرأ بالعرب ولا بالانجليزي مالكش دعوة خد الصورة دي عدد الملفات الى عدد الشكوك يبقى عدد الملفات تحتها واحد عدد الشكوك تحتها اثنين هو بقى كتبها بالعرب يكتبها بالانجليزي مش فرق معايا انا عاود الشكل اللي قدامي ده اللي هو رقم جيم فهمت عدد الملفات تحتها واحد عدد الشكوك تحتها اثنين خد الشكل ده تمام سؤال كمان سؤال في 2006 بقولك اذا كانت شدة التهار الكهرابي الفعالة في دائرة كهربية بتسوي كذا دي اي افكتف اولا عايز اي ماكسمم سهلة دي احنا عارفين ان اي افكتف بتسوي اي ماكسمم على جزر اتنين طب هو عطيك دي بكام اتنين بوينت تمانية اتنين تمانية خلاص اضرب دي ماشي اي حاجة ماشي حيطلع معاك اه هنا بس الخامة فين لما هتضرب دول في بعض كده حيطلع معاك الاي ماكسمم باربعة امبير امبير خلاص لكن هو جايب كله بالملي امبير فتاخد بالك طب لما طلعت دي اربعة امبير وهو عايز ملي امبير حعمل عملية عكسية حضرة فعش اص ثلاث يبقى اربع الاف ملي امبير فهي بس الغلاسة في كده هي هتطلع اربع امبير هو عايزها بالملي انا لما بحول من ملي امبير الى امبير بحضرة فعشة سليب ثلاثة المرات العكس يبقى حضرة فعشة اص ثلاثة اوكي ايه كمان في نفس السؤال بقى عايز شدة الطيار الكهرابي المستحس اللحظي عايز اي لحظية خلاص عندما تكون الزاوية ثيتا المحصورة بين اتجاه سرعة الملف والتجاه كسافة الفي التلاتين ما هي دي ثيتا فعلا ثيتا زاوية محصورة بين اتجاه السرعة والمجال يبقى ثيتا بتلاتين طيب هو عايزها بايه مرة دي بالامبير يبقى اي ماكسيمام ساين سيد بالامبير الاي ماكسيمام كانت باربعة كانت باربعة ساين تلاتين يبقى اتنين امبير هو عايزها بالامبير المراتي ومال يبقى الاجابة اتنين وصلت طيب سؤال كمان ملف دينا متردد طول دلعو اربعين عرضه تلاتين يبقى مساحته اربعين في تلاتين بألف ومتين فعشر اصي سالب اربعة تمام عدد لفاته تلتمية ادي ان يولي الطيار تردده ادي اف لما يدهلك بدلالة الباي سيبها غالبا كمان شواء الباي اتروح مع الباي القيمة الفعالة للقوة الدفعة اي ام اف افكتف متين جزر اتنين اوجد النهاية العزمة سهلة دي ها القيمة الفعالة بتساوي القيمة العزمة على جزر اتنين طيب القيمة الفعالة دي هو عطاري بكام متين جزر اتنين بتساوي القيمة العزمة على جزر اتنين اضرب دي هنا كده يبقى القيمة العزمة متين جزر اتنين في جزر اتنين متين في اتنين بكام بربعمية ماشي جبنا القيمة العزمة ثانيا عايز مين كسافت الفيت تعاني في القوة ال اي ام اف ماكسمم اللي انا لسه جايبها بربعمية بتساوي ان بي ا اوميجا صح طيب ارجع كده كان اعطي لك ان بكام هو بتلتمين والبي بكام كان اعطيه لك هو عايزها المساحة الف ومتين في عشر قصالب اربعة التردد خمسين على باي يلا يلا بي يبقى الان بتلتمين البي هو عايزها ال ا الف ومتين في عشر قصالب اربعة اتنين باي ال اف قال لك كام خمسين على باي مش كده خمسين على باي شفت بقى اهي البي هتروح مع مين مع البي ونعوض ماشي يبقى البي هتروح مع البي مع البي انا بحب دايما اجيب سيرة اساسيتنا استاذنا الكبير واستاذ العمروي استاذ الفيزياء الاول في الاسكندرية بلا منازع بلا تجيله الصحة العافية ويبطل شغل بقى لفترة كان دايما يقول لنا كده يقول لك البي هتروح مع البي في البي باي بس انا بقول كده عشان تدعوله ربنا يديله الصحة والعافية رب استاذنا محمود العمروي نرجع لموضوع نضيع البي مع البي كده وانطلع قيمة البي هتطلع قيمة البي بكام بواحد على تسعة جميل سالسا بقى القيمة العظمى للقوة الدفعة المستحسة عندما يدور حول محور موازل طوله بص اللعب بقى بسرعة تلاتة متر على الثانية متر على الثانية يبقى في دور على الثانية يبقى تردد صح فالمرة دي دخلني في قصة الفي بص مش انا لما جيت صرحت لك لمف مكسيمم قلت لك ان بي اي اوميجا وقلت لك تسعين في المية من المسائل او تسعة وتسعين الاميجا بتتفك تو باي اف الواحد في المية ده بقى بتتفك في على ار بتتفك ايه في على ار تمام يلا بقى انا عايز الماكسيمم تقول لي ما انا عندي الماكسيمم مستر ما انا جبتها بربا ومية يبني ما هو غير غير السرعة فالماكسيمم معك تغير ها الان بكام بتلت ومية البي انا لسه جايبها واحد على تسعة الا الف ومائتين في عشرة السالب اربعة الفي تلاتة الار اللي مذكر الاستنتاج حيعرف يحل بفرض ملف طوله ال وعرضه اتنين ار فاكر العرض بيساوي اتنين ار طب هو عرضه كان تلاتين سانتي تلاتين في عشرة السالب اتنين بيساوي اتنين ار يبقى ده معناه ان الار لما تختصر كده فيها الخمستاشر يبقى الار خمستاشر في عشرة السالب اتنين تاني بقى حد هو اول حتة دي لان معظم المسائل شغلين على ان الاميجا تو باي ار اه سوري تو باي اف احيانا ما بنقولش بقى تو باي اف بنشيل اوميجا ونحط فيه على ار والان دي ما بتجيش كتير فتخلي بالك منها الفي هو بيديها لك مشكلتك بتبقى في الار دايما فالعرض بيسوي اتنين ار يعني التلاتين بتسوي اتنين ار يعني الار بخمستاشر سانتي يعني خمستاشر فاشرة السالب اتنين لو عوضنا كده حيطلع معنا الناتج تمانين واضحت فتخلي بالك من الحتة دي عشان خاطر طيب سؤال كمان جي في امتحان 2019 اي القيم التالية للقوة الدفعة الكاربية في ملف الدنامو اللي يسوي سفر عادة في الاختيارات انا بقولك حل بقدر اختار لكن هنا انت مضطر تمشي واحدة واحدة اما واحدة لا تسوي سفر نمشي بالأولى القوة الدفعة المتوسطة خلال دورة كاملة دي بتسوي سفر يبقى ما تمفعش هو عايز اللي ما بتسويش سفر القوة الدفعة المتوسطة خلال نص دورة بدءا من الوضع الموازي برضو بتسوي سفر ليه يا مستر لان لما ببدأ موازي بيبقى الفيد بزيره بعد نص دورة اهو بعد نص دورة هرجع موازي تاني بس اتقلب الملف كده فما زال الفيد بسفر يبقى خب بالك لو بدأت بالوضع الموازي ولفيد نص دورة انت بادئ بفيد بيسوي سفر بعد نص دورة الفيد برضو بيسوي سفر يبقى التغير في الفيد سفر نعم سفر اطلع سفر خلال فالوضع الموازي بالذات تخلي بالك منه لو بادئ من الوضع الموازي نص دورة يبقى تقول زيره خلال طيب القوة الدفعة الكهربية اللحظية عندما يكون مستوى الملف موازي برضو بسفر مش كده لا ده الفيد هو اللي بسفر انما القوة الدفعة في الوضع الموازي قيمة عزمة خب بالك بقى قوة الخام تاني القوة الدفعة اللحظية في الدينامو بتنعدم في الوضع العمودي انما الوضع الموازي ده وضع قيمة العزمة اما المين اللي بيبقى بسفر الفيد الفيد هو لما يبقى موازي بسفر لكن القوة الدفعة قيمة عزمة يبقى هو ده الاختيار بس هنتأكد برضه نكمل ها اللي بعده القوة الدفعة الكهربية اللحظية عندما يكون مستوى الملف عمودي اه القوة الدفعة لما يبقى الملف عمودي لسه ما دارش الزاوية زيره وصعين زيره بزيره يبقى ده بزيره اذا القوة الدفعة المتوسطة خلال دورة كاملة بزيره خلال نص دورة من الوضع العمودي مش بزيره لكن من الوضع الموازي بزيره القوة الدفعة اللحظية في الدينامو بقى في الوضع الموازي قيمة عزمة في الوضع العمودي بزيره اذا الف بزيره ب بزيره دال بزيره الواحدة اللي مش بزيره جيم وللأمانة برضه السؤال ده مجاش كده في دورتاني 2019 ده احنا لما النظام الجديد يتعمل غيرنا نوعيات الاسئلة في اختيارات بطريقة نحن فالسؤال ده احنا اللي حطين تمام؟ دايما سؤال كمان ملفه مستطيل طوله 3 من 10 عرضه 2 من 10 يدور بسرعة خطية 10 باي دي في فإن السرعة الزاوية يلا يا باش احنا قلنا السرعة الزاوية V على R زي ما حلنا من شوية بقى في القوم V على R V بقى 10 باي الار بقى الار نص العرض الار نصف العرض مش العرض اتنين ار مش العرض ده اتنين ار ايوة يبقى الار واحد من عشر اللي اتنين ار باتنين من عشر يبقى الار واحد من عشر لسا ايلينا سح فيطلع الناتج مية باي يبقى الاجابة رقم الف خبه لك تاني السرعة عشرة باي دي الفي نص القطر العرض اتنين ار اللي اتنين ار بتسوي اتنين من عشر يبقى الار واحد من عشر فهمتيني هل سألنا من شوية سؤال كمان مقدار القوة دفع كهربية المستحصة اللحظية في ملف الدينامو بص الجملة عندما يكون الفيد نهاية عزمة اوعى يضحك عليك الفيد ماكسموم معناه ان مستوى الملف عمودي على المجال الفيد بيبقى ماكسموم لما مستوى الملف يبقى عمودي طيب مستوى الملف لما يبقى عمودي معناه ان الامف هتساوي اامف ماكسموم ساين زيرو ماهو عمودي ده وضع البداية لسه ما دورتش فتطلع الامف بكام بصفر يبقى الاجابة هنا صفر اوعى يضحك عليك دايما الفيد عكس الامف الفيد لما يبقى ماكسموم تبقى الامف بزيرو الفيد لما يبقى زيرو تبقى الامف بماكسموم وضحت فاخد بالك من الحتة الصغيرة دي خلاص ايه كمان تتولت قوة دفع كاربية مستحسة في ملف الدينامو اثناء دورانه بتعادل نص القوة الدفع كاربية العزمة يعني الامف اللحظية بتساوي نص الامف الماكسموم تمام عندما يصنع مستوى الملف زاوية كام مع اتجاه الفيد هتجري وتقول 30 يبني يبني الامف اللحظية دي بتتفكي امف ماكسموم ساينسيد بتساوي نص امف ماكسموم ضيع دول مع بعض ساينسيد بنص بسيد بتلاتين تمام بتلاتين يا مستر ايه يا حبيبي مسمى السيتا ده المجال ده العمود على المجال ده الملف دي السيتا السيتا زاوية مخصورة من الملف والعمود اللي انت جيبتها التلاتين دي دي زاوية مخصورة من الملف والعمود شوف سؤاله بقا عندما يصنع مستوى الملف زاوية مع اتجاه الفيد هو عايز دي عايز الزاوية من الملف والمجال تبقى ستين مش تلاتين اوعى تتخم تاني تاني انت لما بتجيب الزاوية تلاتين بتجري وتختار تلاتين التلاتين دي زاوية الدوران من الوضع العمودي هي دي دي لتلاتين انما هو عايز الزاوية اللي مع المجال يبقى الزاوية اللي مع المجال كام ستين مدخلوش يتحكي عليك سؤال كمان ملف دينا معدد لفاته ربعمائة وتمانين ادي ام مساحة مطاق اثنين من 10 متر مربع ادي ايه يدور بانتظام في مجال معناطيسي منتظم يمثل الشكل البياني لعلاقة البيانية بين القوة دفعة الكهربية المستحسة مع الزمن وطبعا الام دي يعني ملي يعني حض رفعش السنب ثلاث دمين اوجد السرعة الزاوية التي يدور بها يلا كابتن السرعة الزاوية اليمين اوميجا والاميجا تو بي اف صح طيب هو عايزة بالرديان بالرديان يعني البي دي 3.14 مشكلتك في مين في الاف عشان تجيب الاف هتجيب الزمن الدوري وتقلبه او هتقسم عدد الدورات على الزمن الاف عدد الدورات على الزمن طيب دي كم دورة نص يبقى نص اخد زمن كام عشرين بس عشرين ايه ملي سانية عشرين في عشرة قصة سالب تلاتة عشرين في عشرة قصة سالب تلاتة فيطلع التردد بخمسة وعشرين تاني بالراحة العشرين دي زمن نص دورة اعود ان عدد الدورات بنص والزمن عشرين ملي في عشرة سالب 3 يطلع التردد بخمسة عشرين في قبل يفكر بفكرة تاني يقول لك النص دورة بعشرين يبقى الدورة كاملة باربعين الزمن الدوري اربعين ماشي يبقى التردد واحد على اربعين انا موافق بس واحد على اربعين فين في عشرة أسالب ثلاث يطلع خمسة عشرين برا يبقى هتحط هنا خمسة عشرين فتدرب يطلع عن الناهي تجري قنبي في دور تاني 20 و 21 بيقولك مولد كهرابي بسيط القوة الدفع المستحسة اللحظية تصل للمرة التانية لنصف القيمة العظمى المذاكر بقى احنا هون بيوصل نصف القيمة العظمى مرتين في الموجب ومرتين في السالب المرة الاولانية عند زاوية 30 المرة التانية عند زاوية 150 ليه ساين 30 بنص ساين 150 بنص شبعتك منها بعد مرور زمن قدره ادي تي خلاص فيكون التردد اعايز اف يلا باشا ثيتا تو باي اف تي مية وخمسين الباي جوا الزاوية بمية وتمانين اف مطلوبة التيم كام واحد على ستين واحد على ايه ستين اختصر بها كده ستين فيها ستين فيها الثلاثة معي وطلع قيمة مين الاف هيتلع معك اتناتك خمسة وعشرين اف خدتلي بالك يبقى بيوصل للمرة الاولى عند زاوية 30 المرة التانية عند زاوية 150 دي بقى ميزة اللي انا انا عملته لك دي مستو خلاص يخليك تحل اسرع طيب سؤال كمان يمثل الشكل البياني تغير قيمة القوة الدفعة مع الزاوية في دينامو تغير متردد تمام السؤال بيقول ايه بقى فان مقدار متوسط القوة الدفعة المستحسة في ملف الدينمو خلال طلت دور خلال ايه طلت دور المسألة دي لما بنحلها بطريقة تقليدية تاخد مني طريقة صفحة كاملة لكن في قانون مختصر كده ممكن نشتغل بيه بس كده بيقول ايه القانون ده ركز معي بيقول ان ايه مف المتوسطة على ايه مف العزمة يساوي كوزاين سيتا تو نايس كوزاين سيتا وان على تو بي زد من زد دي جزء الدورة يعني طلت ربع نص زي كده خلاص طيب هو ايه طلت دورة بص يا شباب بالراحة هو بادي عمودي يعني كوزاين سيتا وان دي بواحد معي ليه عمودي يعني سيتا بزيرو بستوى الملف عمودي سيتا بزيرو وكوزاين زيرو بواحد طيب كوزاين سيتا تو هو ايه طلت دورة يعني زد دي بطلت سيتا تو طلت دورة يعني طلت التلتمية وستين يعني مية وعشرين يبقى حكتب هنا مية وعشرين تاني كوزاين سيتا تو سيتا تو دي هو ايه طلت دورة يبقى طلت التلتمية وستين مية وعشرين طيب زد دي بطلت باي تلاتة فاصلة اربعة عشر اتنين يبقى الجزء ده كده انا جبته خلاص نيجي لجزء التاني انا طالب القيمة المتوسطة ايم ايف افرج يبقى فاضل لي مين فاضل لي قيمة العظمة خلاص يبقى انا كده فاضل لي القيمة العظمة خلصت ازاي بقى اجيب القيمة العظمة احوريه لك خلاص لكن القانون ده لازم تذكره كويس لانك لو ما ذكرتوش كويس هتوقعوا تحلي في المسألة دي صفحة بحلها فاهمني يبقى تاني عايز تجيب القيمة المتوسطة القيمة العظمة طول كوزاين سيتا تو اناس كوزاين سيتا وان على تو باي زد هو بادئ في المسألة عمودي عمودي يعني سيتا وان دي كانت بزيرو كوزاين زيرو بواحد لف طولت دورة يبقى سيتا تو دي طولت التلتمية وستين مئة وعشرين زد بطولت خلاص تعبقى هنجيب القيمة العظمة هنجيب القيمة العظمة منين بقى ده ايه دي القيمة العظمة هنجيبها منين هنقول له الخمسة واربعين دي بتقابل القيمة الفعالة ونطلع منها القيمة العظمة معايا او هنقول له الامف اللحظية بتساوي الامف الماكسمام سين سيتا صح اه طب اللحظية دي كام عشر هتساوي الماكسمام سين الزوية دي كام خمسة واربعين فاهمني يبقى ده معناه ان الامف الماكسمام دي هتطلع بتساوي كام عشرة جزر اتنين يبقى هو عاتيك اللحظية اللي بتقابل ساوي خمسة واربعين اللحظية عشرة سين خمسة واربعين يطلع الماكسمام بكام بحشرة جزر اتنين هحطها هنا بس اعاوض وطلع الناتق فاهمتني حبيبي اذا تركز تاني بقى كده القانون ده من فضلك من فضلك احفظه هيساعدك كتير قوي 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 في حل المسائل اللي بتاخد صفعة حل بعد ما تقعد صفحة حل هتحلها في دقايق زي ما انت شايف اتفقنا طيب بكده احنا هنا حسة النهاردة حسة داسمية جدا اعطتك كل افكار الدينامو اعطتك افكار مسائل كتير قوي اعطتك اسائل كتير قوي بخلتش عليك بحاجة خليت جدع بقى ما تبخلتش عليك انت مشوعة مذاكرة خلاص ذاكر كويس وحل كتير علشان تقدر تعرف اخطائك فين ماشي يا شباب طيب كده ان شاء الله فادلنا حسة كمان في الفصل التالت وننتهي منه شافكو على خير السلام عليكم وحط الله وبركاته